أجمل حاجة لما بتتكلم دلوقتي على بيرامدز والبنك الأهلي بتتكلم على مباراة كبيرة أيوة مباراة كبيرة لأنه البنك الأهلي وضع نفسه ما بين الفرق الكبيرة مركز السابع في جدر الدور العام عنده من النقاط 37 نقطة عنده قدارة حدث ولا حرج عنده مدرب ما شاء الله عنده لعيبة ممكن يكونوا مش نجوم قوي لكن التركيبة التوليفة الجمعية عاملة شغل كويس آه عندهم هزيمة قاسية الأسبوع الماضي أمام فيوتشار لكن بتحصل يعني قلت لك سيراميكا كسب الاتحاد خمسة خسر بعدها من المصري أربعة الاتحاد اللي خسر خمسة من سيراميكا كسبان امبي امبارح اثنين واحد وهكذا يعني فهي مش مقياس نتيجة مباراته أبدا الأخيرة مع نادي فيوتشار مطروض عنده لعيب بعد عشرين دقيقة محتسب عليه ضربة جزاء صحيحة طبعا وكل حاجة لكن فريق دلوقتي بقيت خاف لما يقولك عندك مين ماتش جاي فقولك البنك اللي قالت تقول يا ساتر يا رب استر يا رب البنك الأقلي فرقة صعبة ودمات فرقة بإدارة محترمة جدا ست اللي هو أشرف نصار جاعز فني رائع كابتن خالد جلال لعيبة ألبوم على قلب بعض يعني خالد جلال اختار اتنين وعشرين لعيب لقائمة الفريق اللي حيبقوا موجودين الزنفولي وإحمد صبحي دبش وأمير متحة وإحمد ياسين والعش وعاصم صلاح وميدو وإسحاق يعقوبو محمد لعبة ومحمد حمد ومعروف يوسف محمد فاتح وإحمد سعيد ومحمود سعيد وقعود وضيوارة وبسيوني وناصر منسي وإسامة فصل وفادي فريد وكريم بامبو في المقابل بقى تعالى نروح لبيرامز لأنه بيرامز الحقيقة الفترة الأخيرة مستواته صعد بشكل غير عادي المدرب اختار برضو اتنين وعشرين لعيب شريف إكرامي وإحمد الشناوي ومعاهم يوسف نادر حارس مارمة ثالث وعلي جابر وإسامة جلال ومحمد حمدي وحسين السيد وإحمد سامي وأمر جابر وإيريك تراوري وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومحمد صدق وإحمد توفيق وبراماتوري وشام محمد ودونجا وعبدالله السعيد وعبدالله مجدي ومحمود صابر والجباس وفخر لقاي لكن فخر الدين بن يوسف ووليد الكارتي غيبين بسبب الإقاف للحصول على الإنذار الثالث يعني فغيبه مؤثر جدا عن نادي بيراميز الكفتين طبعا ممكن تقول بيراميز أرجح شوية لكن البنك الأهلي فريق سئيل فريق ده متئيل ودائما وأبدا ما يحقق المفاجآت أمام الفرق الكبرى المباراة بقتش تخص بيراميز بس لأنه إذا مالك بينتظر والأهلي بينتظر أي كبوة أي سقطة أي اخسارة نقاط وبالتالي تأكد أن انت حتشوف مباراة متكافأة جدا زي بقولك كفة بيراميز أو كفة بيراميز أرجح شوية لكن لا تستهين أبدا بالبنك الأهلي وجامعية الأداء وخالد جلال واللي بيعمله يعني فرقة زي مالك مستني بيراميز في المركز الثاني في صراع كبير جدا ما بين الفريقين في هذا اللقاء بالمناسبة على فكرة الحكام اللي هيحكمه المباراة في مصر المقصة والأهلي محمود ناجي ومعه خالد السيد إبراهيم السوداني ومحمد العتباني ومصطفى الشهدي وحمد الجلاوي على الفيديو بيراميز هيكون أمين عمر مع سامير جمال وأحمد لطفي وصبر إبراهيم ومصطفى عثمان وخالد حسين سموح والمولين أحمد الغندور ويوسف البساطي وتام الرشاد وعمر الرمضان وحسام عزب وإبراهيم محجوب